بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولاً هذا هو محصول الفول شايفين النوار شايفين الجمال بتاع الفول شايفين شيء يفرح بسم الله ما شاء الله طبعاً فيه هو لسه في البداية أهو شايفين الطرح شايفين القرون وهو تد الطرح أهو الفول الحراتي المصري اللي هو الفول البلدي لا يعلع عليه على مستوى العالم طبعاً الفول بسم الله ما شاء الله بيستخدم يومياً يومياً بل بصفة مستديمة لكل البيوت المصرية بيستخدم طبعاً في الله ما صلح على سيدنا محمد بيستخدم في الفطار الصبح الفول العادي ثم الفول ثم بيعملوا منه الفلافل أو الطعمية طبعاً هي لها اسمين فلافل طعمية هذا أمزاك يعني الله ما صلح على النبي طبعاً الناس بتستخدموا فطار في الأيام العادية هو الفلافل سيانياً الوجبة الأساسية في صحور رمضان خلي بالكم بقى الفول الفول المصري هو الوجبة الرئيسية الرئيسية في الصحور في رمضان كل عام وأنتم بخير يا رب اللهم بلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله طبعاً أكيد الصحور في رمضان لازم الفول لازم الجبن لازم المخللات لازم أشياء من هذا القبيل طبعاً هنا للأسف للأسف الشديد زراحته خفيفة جداً يعني الناس بتزرع على يمكن على احتياج المطاعم يعني أي حد في البيت لما يروح يشتري مثلاً يشتري المساء عشرين كيلو تلاتين كيلو يوعدوا عنده شهر شهر ونص شهرين باي باي ما تلاقيش ولا حبايا في البيت إلا إذا كان بقى حد فلاح وزارع وبيخزن في بيته مثلاً في ناس بسم الله ما شاء الله الناس اللي هم الكبار في السن اللي هم الناس الفلاحين اللي هم اللي عندهم الجموس تحديداً لأنها بسم الله ما شاء الله الجموس اللي تاكل فول لازم يكون لبنها نص سمنة والنص الآخر لبن بل بيكون النسبة الأكبر سمنة النسبة الأكبر سمنة بسم الله ما شاء الله يعني لو واحد شرب كوباية لبن من لبن الجموس اللي هي وكلة تحديداً الفول يا ما شاء الله يعني بمقام كيلو لحمة فطبعاً يمكن شايفين أنتو الأرادة هيت هنا برسيم هنا أمحة أول وهناك تاني أمحة لكن هنا فقط لغير يعني مساحة يمكن تاريباً فداني بس هو المزروح فول طبعاً بالتأكيد ربنا يبارك طبعاً لأصحابه حق لا إله إلا الله يا رب الله أبرك لهم وبرك للجميع طبعاً قلت الفول وأكيد بيصدر على فكرة يا جماعة الفول المصري لا يعلق عليك أقيمة غزائية نسبة البوريتين فيها عالية جداً 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 لكن طبعاً عندنا في مصر بنزرع أشياء بسيطة هذا السوم هذا هو السوم مو خلاص يعني على وشك عشرين يوم أقل حيخلع السوم خلاص ما بقاش يعني أيام قليلة جداً 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 ويخلعوه طبعاً أنتو شايفين بسم ده إن شاء الله آخر الأرض بعيد بعيد جداً فربنا يا ربي يبارك بالطبع لأصحابها إن شاء الله أتمنى لكم جميعاً التوفيق والنجاح إن شاء الله كل عام أنتم بخير تحياتي لكم جميعاً